السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عنا تصميم منزل أبعاد معينة من الداخل طبعا تقسيم الغرف ومطبخ وحمام بنعمله مثلا بنجيب الأداة هاي بنضغط هون و بنبعد دائما نروح على الكتابة هون مثلا بتكتب 60 متر في 50 متر بنكتب 60 متر في 50 متر بنقرب بنجيب أداة بنفع مقدار صغير جدا بنجيب هاي الأداة نعين على السطح نصغر عشان يكون هذا هو الجدار نقرب هون نجيب القلم مثلا نقسم الدار هس احنا أقسم هون مثلا نعملها غرفتين هاي الناحية غرفتين و هون نعمل مثلا صالون أو اشي و هون كمان مطبخ أو حمام اللي هو نقرب نجيب هيك سيصير موازي للأخضر لما يصير موازي للأخضر نبعد من هون هيك نجيب القلم نكتب فاصلة عشرة متر نلغط انتر يعني مرة نجيب القلم نعمل هيك فاصلة عشرة متر انتر و نراحق شوي دعون بسم الله هيك فاصلة عشرة متر نعمل انتر بش راضي تيجي المشكلة شوي نعم فاصلة عشرة متر ساعة فاصلة عشرة متر اهو نجيبها و بنعمل نعمل زوم اوت لما تصير خضرة هاي طولها ستين هاي اه عشان نقسمها من النص شوف نبحث على طول الخط على اشي اسمه ميد بوينت يعني النقطة المنتصفة او نصف المسافة نقسمها بالنص نجيب نكبس هيك فاصلة عشرين متر حط انتر نهي هذي انتم مراحظين بنمدها لما تصير حمراء هون صار مثلا غرفتين و بدنا هون نعمل ممر اذا انتم شايفين هون ممر وهون مثلا مطبخ وحمام وهنا غرفة فاش بنعمل عشان تيجي بالزبط عليها بنيجي هون الميد بوينت هذي او بنيجي على هذا الخط بنمد خط مستقيم بيصير لونه احمر عشان يكون موازي للخط اللي تحت نفس الشي هون هون لا لا تقسيم جاهزين نشوف هيك صار عنا الشكل الممر مثلا نيا من هون يكون هذي صار في الى نقطة منتصف بعد مع الكسبة اللي هي هاي احنا لا بدنا الممر هل قد بسيع بنجيبه من هون نعمل هيك تيصير لانو اخضر على عمل بنمده كمان نجيب من هون نكتب فاصل عشرين متر ونحط نقل نقلنا من هون نجيبه هون هذي جاهز من هون اللي هون بدنا فاصل عشرين متر وينت لها هذي احسا شوي بس زوم عندي اللي هي هون هاي مثلا منطقة بدها تكون يح بدها هون تكون غرفة 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 وانا نقسمها منطقتين هون مثلا نعملها نعملها غرفة مثلا غرفة سفرة خلنا نعمل من المنتصف نفس الشي هون نعملها بوابة وكل شي بس دعا هيك عشان تكون الخطوط مستقيمة ومتوازية من هون فاصل عشرين متر نطي انتر نطيق نقطة محددة هون نعمل مثلا مطبخ باب مفتوح على الباب إذن هاي الناحة اللي هي هاي الناحة بتكون حمام وهاي مطبخ عشان الباب يكون مفتوح على باب غرفة السفرة نجيبها مستقيمة هيك مع الخطوط هون مثلا هذا الحمام فيه هنا مثلا بدنا هون نقسمها نعمل هنا بالحمام منطقة ثانية مثلا منطقة استحمام أو شي نبحث عن النقطة شو بنعمل نجيب بنمحى بنمحى جميع الخطوط اللي هيك تكون لا هذ هلش ولا نشيله نشيل جميع الخطوط طبعا كنترول زد دراجع اي شي اها هن في خطأ ثانية بس هن في خط زيادة شعر في زوم بيبين كل اشي زيادة هن 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 خطوط زيادة هن سحا هن هن صارت كتال خالها الاريزر الانتوكا جزي هاي الخطوة مهمة عشان لما نرفع الجدران ترتفع مع بعض مش كل جدار لوحده ثاني بس هنا توقع انه لازم ثاني ثماني بس ما بقية للقليل حسنا الان بنجيب الادات الدفع نيجي على هالمناطق بنرفع بعدين صارت بنعي جاهزة غرف بس ضب علينا احنا ايش نعمل الابواب بالغرف والا اشتركوا في القناة